مرحبا بكم رجعنا لكم وصفة جديدة ان شاء الله تكونوا بخير اتمنى الاشتراك في القناة شكرا كتير لكم يلا على الوصفة مهم جدا انه لا تقدموا الفيديو انه كل سانة في الفيديو فيها معلومة يعني الفيديو انا قدر امكان ضغطه على الاخر من شاء ما يكون طويل ولكن كل ثانية في الفيديو فيها معلومة نوضع ماء ساخن نوضع جزهند الماء الساخن الكمية غير محدودة ونتحن الجزهند نتحن لفترة طويلة يعني يفضل يعني ثلاث دقائق اربع دقائق حسب منصفيه في قطعة جماش دايما الجماش تبع المستقدم في المطبخ منغسله او منوضعه في وعاء ومنغليه بنعقمه ممنوع وضعه في الغسالة او اضافة اي مسحوق تنظيف على قطع الجماش اللي احنا نستخدمها في المطبخ اذا كان سخن نتركه قليل حتى يبرد هو سخن لكن ممكن نتركه قليل حتى يبرد بعدها نشتغل فيه يعني ثلاث اربع دقائق مثل ما انتم شايفين هذا كله جزهند هذا هنستخدمه هنعمل منه خبز بنعمل منه خبز وبنعمل منه حلويات ودائما لما تشتري الجزهند يفضل انه تشتروا من مكان يكون ثقة من شان من شان ما يكون مكرر مثل هيك ويكرروا بيبعوه من تاني بيبعوه هيك صفنا كله اصبح جاهز هلا بنوضعه في التلاجة لتاني يوم حتى ينصل الزيت عن الحليب حتى ينصل الدهون الدهون تطلع لفوق مثل ما انتم شايفين تاني يوم هذا الدهون وهذا تحية الحليب او الماء كل الدهون طلعت لفوق ولكن انا الحليب عاوزه يكون فيه دهن مش هصفيه على الاخر لكن لو انتم شايفين هذا الدهن لكن لو انتم عاوزين صفوه على الاخر جيبه ثقب تبع المصفى يكون صغير جدا ولكن انا متعمد بدي يكون يفضل في الحليب دهون لانه هستخدمه للطبيق والاشياء كتير هستخدمه محتاج يكون فيه دهون يعني مش محتاج يعني غير معنى انه اشيل كل الدهون من الحليب ولكن اذا انتم بتكون تشيل الدهون كلها من الحليب يكون السقب صغير جدا هنحن هعمل كيكة فيه بعمل بعمل عصائر بعمل فيه بعمل فيه طبايخ بطبخ فيه هذا هو الحليب الحليب هادا باستخدمه ولا الكيكة ولا الطبايخ ولا كل شي باستخدمه بطبخ فيه هذا الدهون انا طلعته بنوضع على وعاء على حرارة اقل من الوسط الحرارة تكون اقل من الوسط والمدة غير محدودة اتركه مع نفسه حتى كل التراصبات تنزل للأسفل مثل ما انتو شايفين يعني 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 كل التراصبات تنزل للأسفل وبصير لونها لدهبة ما تخافوا متل هيك شايفين كيف بصير لونها دهبة هيك جاهز لما كل التراصبات تنزل كل لونها دهبة بكون هيك جاهز دائما النار تكون هادئ النار واذا بتكون ايها كون مثل الكريم وضعوه في التلاجة مثل هيك الزيت جزء الهند هو كتير مناسب للجلد والشعر تساقط الشعر البشرة حساسة في الحلاقة ممكن يستخدم ممكن يستخدم للقلي بديل الزيت العادي ولكن دائما عندهم مشاكل مشاكل مرضية او الحوامل او الردع دائما يجب استشارة الطبيب تزرونا بوصفة جديدة بنا الاشتراك بالقناة شكرا كتير للكم اذا اعجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة